بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والسلام على رسول الله وعلى عليه وسحبه وسلم من كما في السيشة الحينة كنا اتكلمنا عن تعريف المحاسبة وتكلمنا عن المعدلة المحاسبية والانشيطة بتاعة المحاسبة والمستخدمين بتوع المحاسبة الانترنل يوزر وانتقل احنا بنركز على لان دول الجزء اللي بيه خصنا لان دول اللي بتكلموا عنه لانك لما تيجي تدريس الانترنال يوزر تتكلم عن فارع في المحاسب اسمه المناجيرة لك يعني كان ده كله ليش اي لازم اللي همنا دلوقتي الجزء اللي احنا اتكلمنا عنه قبل كده والمعادلة المحسابية و كنا قلنا ان المعادلة عبارة عن الاسيتس ايكو والله يبيت بس قمنا رزيجت و قلت لك ان الرسمة بتاعت الشغل ده قلت شرحتها تريمان في الفيديو رقم ثلاثة على معتقد يعني فموجودة في الملف ده واتكلمنا على ايه حوار الدول اللي بيحصل في المعادلة ان الاسيتس عشان تزيد اسيتس زادت يبقى اكيد هيحصل زادا احتنا في او في او او الاسيتس لو تزيد الاسيتس يا كمان تقل عشان خاطر المعادلة لازم تكون موزونة الطرف الشمال بيساوي الطرف اليمين اسيتس ايكو ليبيت بلاس اونرز ايكوتي انا النهاردة في فيديو صغير سيشان بسيط خالص هتكلم عن ال اونرز ايكوتي فقط لغيه تكلم على مين على حتة زلطتها خالص هي الاونرز ايكوتي ايه هي الاونرز ايكوتي مبدئاً كده صلى عن نابت. لها مسمة تاني او هنسميها يعني رأس المال في نهاية المدة. رأس المال في نهاية المدة. يعني يا محمود مش فاهم. صلى عن نابت. القانون بتاعها عبارة عن البيجنينج كابيتل. للوقتي نكتب بقى كده. عندي كابيتل. يعني انا اول جاي يبدأ مشروع. بداية المشروع بتاعتي فيه راس مال بدايته. مسلا ميت الف جنيه. حلو الكلام? حلو الكلام. وجيت عملت كمان يعني خلاص انا ادخلت حطيت فلوسه المشروع ميت الف جنيه. تمام? وبعدها بشوية رحت عملت استثمار. عملت استثمار استثمار دي يعني انا بزود فلوس ولا بقلل فلوس? لا. انا كده بقى عنك الكلام ان انا بزود فلوس. كام? لون مسلا خمسين الف جنيه. خمسين الف جنيه. وبعدها بشوية حصل عملية كلمة يعني سحب مسحوبات. يعني بسحف فلوس. باخد فلوس. باخد فلوس يعني انا بزوده ولا بقللها? بقللها. هتقل بنسميها كام لون مسلا عشرين الف جنيه. وحصل شوية ارادات. في ارادات عملنا. فاكر لما كنت بقولك المرة اللي فادت ان احنا كشركة عملنا راحت فين? خلينا نقولك فيه سيرفيس ريفانيو. فين? 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 اهي رقم اربعة. برفورمد سيرفيس. قدمنا خدمة. احنا لما بنقدم خدمة الواحد يا جماعة ده بيعود علينا بمكسب ولا بخصارة? بمكسب. احنا عملنا الخدمة. فالخدمة ديت يعني ريفانيو. فطالما هي ريفانيو يبقى ميلا هيزيت? تمام? وريفانيو مقابل كاش? ولا انه الظروف? قال لسيرفيس شركة بي مقابل اربعة تلاف بين الكاش. فالاكويت هيزيد والكاش هو كمان هيزيد. فهنا لما حصل ارادات اللي حصل زودنا العشان كده هقوم اقير ان ايه الريفانيو هينجمع نقول مسلا بتلاتين الف. هلو الكلام? هلو الكلام. طيب احنا بقى في حد عمل ليا انا خدمة. عمل ليا انا. مش انا اللي ايه? مش انا اللي عملت له. لو انا اللي عملت له. فانا هاخد منه هو فلوس. فهتهد بقى ريفانيو بالنسبالي. لكن لو هو اللي عملي انا خدمة. فانا هدي له فلوس. فده مش هيبقى اراد. هيبقى ايه? مصروف. هيبقى اكسبنس. فاكر الرسمة بتاعتنا في الاول خالص. خلينا اوريها لك. هنا. لما قلت لك احنا. صلى الله عن النبي. هنا بنبيع مشروبات. فلما بيعنا مشروبات دي اعتبرنا ايه? ارادات. لان احنا قدمنا خدمة للراجل. بيعنا اكل. فده خدمة للراجل. لكن احنا دفعنا كهرباء. دفعنا ايجار. دفعنا سالاريس ده. سمنا ايه? اكسبنس. فاكر الرسمة مش راح طالك هي ايه دي بقى. تمام? تمام. فنرجع تاني. دلوقتي انا بتكلم على مين? عن اكسبنس. فالاكسبنس نسميها اكسبنس. نقول مسلا عشرين باربعا. في الاخر نصف ده كله مع بعضه. عندي بيجينج كابتل بمئة الف بلس خمسين انفستمنت. مينس الدروينج زائد الريبينيو مينس الاكسبنس. يديني المين? الاندينج كابتل. يعني الصافي بتاع الليل دي كلها. تمام? هو ده معنى الاندينج كابتل. اللي هو مين? الاندينج كابتل. فاحنا ممكن نرجع نصيغ هذا القانون او هذه المعادلة بتاعت الاكاونتينج كابتل ونعملها في شكل تاني. ايه هو الشكل التاني? نقول له ايكوال ليابيريتي بلس. بدلا ما نقول الاندينج كابتل على طول بشكل مباشر. نفكها. نفكها ونحط مكانها ايه? نحط مكانها الاندينج كابتل. رسمة للراجل. مينس الاندينج كابتل ده يعني فلوسه الشخصية. ايه اللي يقلل فلوسه الشخصية ان يحصل منها سحب? ويه اللي يزود فلوسه الشخصية? ويه اللي يقلل رأس المال? تمام? يبقى دي صيغة للموضوع. طبعا هنا بيقول لك بشكل بسيط كده ايه اللي بيقلل رأس المال لو انا سحبت فلوس او دفعت فلوس مصارية? طيب ايه اللي يزود رأس المال لو انا عملت سسمار او حقققت ايرادات لك انا قدمت ايه? خدمة. تمام? طيب. بالمناسبة طبعا لو حضرتك كنت عندك كان عندك ايرادات ادي المصرفات. وكانت الارادات مثلا بميتين الف جنيه. والمصرفات بمثلا بمية وخمسين الف جنيه. فكلا انت انت حققت ايراد مقدره ميتين الف وصرفت مية وخمسين فانت عندك الصافي ما اكسب والله خسارة ما اكسب. نت نت انكم انكم. ليه? لان الايرادات اكبر من المصرفات. قالوا الكلام حلو الكلام. لكن لو حصل العكس. ايه هو العكس? بدل الارادات كانت ميتين وخمتين نقول المصرفات بميتين وخمسين. تمام? تمام. فكده انا عندي المصاريف اكبر من الارادات بمقدارها ديه مقدار خمسين الف. يبقى ده نت انكم? طبعا. ده نت انكم يعني صافي الدخل صافي المكسب. مكسب يعني انا حقق انكم مكسب هو بقى اما ده يبقى صافي ايه? نت لص. صافي الخسارة. لان انا مصاريفي اكتر من ايرادات. فعشان كده بيقول لي ان اه لو انا عايز احسب النيت انكم او النيت لص بطرح الارادات ناصر ما في الخارج. لو الريفينيو اقل من الاكسبنس فده هديني نت انكم ولو الريفينيو اقل من الاكسبنس فده ده يديني ايه? نت لص. اقلوا الكلام. اقلوا الكلام. بيوضح لي بقى اختصار للكلام اللي انا عملنا فوق ده. لو بتاع المعادلة دي. هو بيقول لي ان ايه اللي بيزود الاونرز ايكوتي? احنا قلنا ان بيزود الاونرز ايكوتي فوقها هو ان الريفينيو. طيب تحنا نشوف الكلام ده. قال لل اونرز ايكوتي ده بيزود الارادات. لو ترجمته فقط استثمارات المالك. المالك هيعمل استثمار. الريكوردد بيتم تسجيلها في مين? في الاونرز كابيتل. ده كلام مصبوط. الاونرز كابيتل اللي هو يا محمود اللي انا قلتك عليه ده هو الاونرز كابيتل اللي هو الحتة دي. تمام? ده الاستثمار يعني. والارادات كمان بتعمل ايه? بتزود الاونرز ايكوتي. الارادات الارادات بتحصل امتى يا جماعة? مش هتحصل لوحدها اكيد. هتحصل لما الشركة بتعمل نشاط. نشاط الشركة اللي هو ايه برضو? نشاط الشركة بتدخله عشان تقدر تحقق من خلاله مكسب. زي ايه? الشركة باعت مخزون. فلما ببيع دخل جبها فلوس. السركة بتقدم خدمة. خدمة مثلا ايه? صيانة سيارات مثلا. تمام? او بيع اكل او بيع مشاريع عادي جدا. ايجار. انا بأجر ممتلكات. انا كمحمود مثلا عندي بتين اتنين. ففيه شقة مش بستخدمها. انا بأجرها. فانا بيجيلي من الايجار ده فلوس. الفلوس ده دور مكسب. ده ريفينيون. فده اجد هيزود راس المال بتاعي انا. او ان انا اعمل اقتراض الاموال. يعني ايه? يعني انا بستلي فلوس. انا رحت لي مكة. اقولت لها يا مكة انا عايز منك مليون جنيه. خددني مليون جنيه. تمام? فالاقتراض ده زود في راس ماليا ولا ما زودوش ازوده لان انا استلفت منها الفلوس. او ان يحصل عملية سيلز. مبيعات. مبيعات حظرت ودخل جيبي فلوس. او فيز رسوم. الرسوم اللي هي ايه? اه انت مثلا عشان تخش نادي الغزل في جبين تبتطع تيكت. التيكت ده رسوم دخل رسوم دخول النادي بتاع الغزل. تمام? تمام. اه خدمات قدمنا خدمة. الكم مش هنزلها العمولات على كل كزا بتاخد نسبة قدي ايه? الفوائد. توزيعات الارباح. يعني الشركة راح تموزعة فلوس. تمام? توزيعات ارباح. ده مكسب بالنسبة لك فده بيزود اراداتك. اه اللي هي الاتوات. اه دي بقى خاصة ايه نبكلم عن زي ايام زمان بايام الاستعمار والكلام ده كله. ما لنجدعه بالكلمة دي خالص. والرنت الايه? الايجار قلنا من شوية. طيب. ايه تاني اللي بيزود راس المال? توزيعات الارباح. ايه ظروفها? عبارة عن توزيعات للكاش. او اي اتس تاني. لمين? ليه? الملاك او المساهمين في الشركة. وده بيقلل الريتيند ارننج. ما لنجدعه بالكلام ده دلوقتي لسه تبادر عليك. وده يعتبر لا يعتبر كمصروف بالنسبة للشركة. الشركة بتوزع فلوس. دلوقتي الشركة يا جماعة. انا بتلك قبل كده. ان الشركة دي كان مستقل بذاته. شخصية اعتبارية. فالشركة هي اللي بتوزع فلوس. مش محمود اللي بيوزع فلوس. فالشركة لما توزع فلوس. محمود هياخد فلوس من الشركة. فراس مال محمود. ايه اللي جرانه? راس مال محمود زاد. ايه اللي يزود كمان ال اونرز ايكوتي? الديفيدنت. انا عندي ثلاث حاجات. الديفيدنت. الديفيدنت. كل دول بيعملوا عملية لل اونرز ايكوتي. طيب. ايه اللي بيقلل اونرز ايكوتي? عندي زي ما قلت لك فوق من شوية. المسحبات وكمان. ها بيقول لي اونرز اونرز ايكوتي. ماشي. الدروينج دي ما نكون نسميها معنى لفظ تاني. الوزدروالز يعني السحبات. نسحبنا في نوسبرت ايه نفس الكلام. اه اه از اونرز الراجل ده بيسحف فلوس للاستخدام الشخصي. فلوس او عادي يعني. اللي هي المصاريف يعبرها عن ايه? تكاليف الاصول. المستهلكة او الخدمات. طبعا انا مع المنطقة البساطة. انا راجل عشان خاطر اقدم خدمة للناس. طرفت فلوس عشان اقدمهم خدمة دي. صح? يعني دلوقتي راجل فتح المخسلة. اقدم خدمة للناس ازاي? من غير ما اشتري الادوات بتاعت المخسلة. تمام? مش لازم اشتري الادوات. فالادوات ده عشان اشتريها هي بالنسبة لي تعتبر ايه? طح? تمام? لما قدمت الخدمة جالي منها ايرادات. فعشان اقدم لازم الاول اكون عملت عملية مصاريف عشان اقدر اقدم الخدمة دي. انا مش هنف اقدم خدمة غير لما اكون اصلا صارف. طح? طح. اه الله مصال على سيدنا محمد. على سبيل المثال تكليفة البضاعة المباعة عشان ابيع بضاعة لازم الاول اكون صرفت عليها حاجة. اصرف الاول. يعني حتى الجماعة اللي هم في السوق بيروحوا الاول يشتروا مسلا من الوكالة. الرعبة مثلا الشركة. زي ايه? زي فلوس الكهرباء. اه فلوس الجاز. فلوس الووتر. فلوس الماي. الايجار برضو اعتبر كذلك كده. هنا قلت لك بقى انا هنا اللي بأجر. انا اللي بأجر. المرة دي انا الايه? انا المستأجر. انا اللي هاخد. انا اللي هتفع. انا مستأجر بس. انا اللي هأجر شقة من واحد تاني. مش انا اللي هأديله الشقة. الا ده هو اللي هديلي الشقة. فانا اللي هديله فلوس. تمام? تمام. زي حضرتك نبسط لخلص الدنيا. انت هنا قاعد مثلا في شبينر كوم. فانت شخصية مغتربة. انت طالب مغترب. فانت بتروح تأجر شقة. فانت هتدفع ايجار. فدفع ايجار ده بالنسبة لك ايه? رسوم. ده اكسبنس. تمام? تمام. او او اكسبنس. لو انت اللي هتدفع فلوس الفايدة. اه او ده ضريبة المتلكات. تمام? اي اكسبنس بقى خلاص ده هيقلل اكيد راس الايه المالي. فالله ما صالح اسنا محمد بيقول لك. صنف لي كل واحد من دول. هل هو ديفودنت ولا هو ده اكسبنس؟ اكسبنس. اكيد اكسبنس ما هو ايه اللي انه اكسبنس. تمام? ماشي. سيربيس اكيد ده اكسبنس اكيد ده اكسبنس. سالرات اندي وجه اكسبنس هو ده اكسبنس. الديفدنت هي ديفودنت. الرينت او هو اكسبنس هي اكسبنس بس خلاص. كلام اهبل يعني يا جماعة الله. الموضوع البسيط جدا. المحاسبة لزيزة. المحاسبة لزيزة. بس الفكرة في اللي بيشرح لك. عشان تفهم منه ويحبيبك في المادة. فما تعقدش نفسك خالص. الموضوع سهل. دور كبير جدا على اللي بشرح. وحضرتك تقدر تحصل منه اكبر قدر ممكن. وبرضو تكتهد عشان خطر ايه انه ها مش هيشرح. وانت بقى خلاص يعني اه ارشي ميدز ما هتعطه خلاص. هعتمل على الشرح. خلاص. لازم انترز المجهود برضو. اسمع اللي هو بيقوله. وابدأ زاكرة على طول عشان خطر تلادينا سالة وبوزيت. الكلية مش محتاجة مجهود كبير زي السنوية العامة خالص. بل بالعكس انت عدد الساعات قليل جدا في المزاكرة. هقالك محصلة كبيرة جدا بس انك تتابع اول بابل. ما تحاولش انك تراكم عليك حاجات كتير. التراكم ده هيسبب لك مشكلة. فبلاش انك تحط حملة على نفسك. وايه? وتزمع نفسك بنفسك. كلية سهلة بس عايزة عملية ايه? يعني تنظيم. ادارة وقت. بمعنى صحة. صلى عن النبي. تعالي نشوف النسال رقم اتنين بيقول لي. عندي في واحد جنياري الفين وتمانتاشر مقدره تلتمائة الف. والهي باتف في واحد جنياري الفين وتمانتاشر بين اتين وعشرين الف. والتوتال ريفينيو خلال الفين وتمانتاشر كان 425000. والتوتال خلال 2018 كان 370000. والدروينج باي اونر ديرينج سيم يير از 8000 سنوية جنيه. احسب الاتي. انا هتطلق المعدلة المحاسبية هنا لان احنا عنا احتاجها انه بيقول لي احسب ال اونرز ايكوتي في جنيوري. هو اصلا ايه اللي ان الاسيتس ده ايه ب300. حلو. ودي بمئتين وعشرين. يبقى الونرز ايكوتي برعا عن ايه? اطرح تلتمية انا اسمتين وعشرين. هيطلع لي الونرز ايكوتي بيتمكان بتمانين. وهي دي اجابة السؤال الاولاني. السؤال التاني بيقول لي نيت انكم او نيت لص. فاكر من شوية لما جيت قلت لك عشان اعرف انا بحق نيت انكم ولا نيت لص. بطرح الايرادات نائز المصرفات. وممكن اعرف ونيت انكم او نيت لص من قبل ما اطلع الناتج. ازاي يا محمود? قلت لك ان لو الايرادات اكبر من المصرفات فانت كده محقق نيت انكم. ولو الايرادات اقل من المصرفات فانت كده محقق نيت لص عبارة عن الفرق بين الايه? الرقمين اللي اتنين. انت هنا عندك ايرادات مقداره ربعمائة خمسة وعشرين. وعندك مصرفات مقدارة تلتمائة وسبعين. يبقى انت محقق نيت ايه? نيت انكم اكيد. كده كده? الفرق ما بينهم كام هو 55000 وعشان الرقم ده positive موجب يبقى الشركة محققة recorded a net income مقداره كام 55000 هويل ولكن لو الرقم كان سالف فده يعتبر net A لكن هو طالع موجب يعني طبعا السطر ده مش مهم طبعا عادي يعني اتوضيح بس مش اخطر يعني المطلوب التالت بيقول لي احسب في ديسمبر خلي بالك المطلوب الاولاني كان ايه في ينايه يعني في اول السنة هو عايزه المرة دي بقى في امتى في نهاية السنة يقصد بمين اول قانون شرحته لك النهاردة في بداية اللي هو ده يعني عايزك تجيب الكابتل في البداية وتشوف الانفستيمينت لو موجود والدروينج والريفيني والإكسبيلس هو ده اللي الراجل ده بيبحث عنه في هذا السؤال فالله ما صال على سيدنا محمد انا عندي في بداية المدة كان كام انا لسه حزبه المطلوب الاولاني كان بتمانين قلب فده نقلت ودحته طيب النافروض هل في استثماره لفي اي حاجة ما اذكر ليش اي حاجة بالكلام ده كله فانا هراه على طول عامين على الافستيمينت على اسف النيت انكم النيت انكم اللي انا اصلا لسه من شوية حزبه ارادات ناس مصرفات طلع النيت انكم بكام خمسة خمسين فاهم حظ النيت انكم بكام خمسة خمسين فاضل ايه الحاجة الوحيدة اللي هتقلل الفلوس اللي هنا الدروينج الدروينج او الوزدروة اللي نفس المسمى زي ما اقتلك من شوية اهي تاني الدروينج ايه ياوزدروة زل اتنين نعم نفس المعنى فاس احط دروينج بكام بثمان تلاف وخمسمائة ده هيقلل الفلوس بتاعتها يقلل راس المال يبقى تمانين الف بلوس خمسة خمسين الف ماينس تلاف وخمسمائة يطلع لي مئة ستبع عشرين الف ده الاندينج كابتل في سامبر واحد تلاتين الفين وطمانتاشر اللهم صالح سيدنا محمد بيقول لي اصول قمتها مئة وربعين الف وليابيريتي قمتها ستين الف وما ذكر ليش الاندرز ايكوتي بكام فانا تلقائيا هحسب الاندرز ايكوتي بكام في بداية الايه اسا هو عندي اسدس مئة وربعين ليابيريتي بستين او الاندرز ايكوتي بكام اكيد بتمانين اه لان المعادلة هي اسدس ايكوات ليابيريتي بلاصر انا عندي ده بمئة وربعين وعندي ده بستين يبقى اكيد ده بكام بداية ستين وثمانين يديني مئة وربعين دي الحتة الاول ماشي تمام وقال لي ان الاسدس بمئةين الف والله يبيريتي بسبعين الف في نهاية السنة دي في نهاية السنة يبقى نفس الكلام الاندرز ايكوتي في نهاية السنة بكام عبارة عن الميتين ناقص السبعين يطلع مية وثلاثين طيب في نهاية السنة وفي مسحوبات 24 الف عملنا استثمار ده بيزود راس المال بمقدار 20 وعملنا مسحوبات مقدار 24 الف دي بيتقلل راس المال وقال لي عندي قانون بيقول ان الاندنج اونار الآخر عبارة عن البيجيننج اونار الآخر يعني زائد الاستثمار بلاس النت اونار الآخر مينوس المسحوبات الولدروينج انا في المسألة لسه من شوية حاسب الاندنج ده بطلعه ب130 اهدہ ال130 اهيه وكنت لسه من شوية حاسب البيجيننج بكام ب80 اهده التمانينة في الانفستمنتم الدولي معطى بكام بعشرين الف الاساسمار ده بيزود راس المال فزودت عشرين الف والنت انكم ده المطلوب اللي هو عايزه فالنت انكم ده مجهول بالنسبات اهو تنمج جهول ومين المسحوبات قال لي المسحوبات باربعة وشرين الف ده الدروبنج هات هتنسحب يبقى انا كده جبت كل اطراف المعادلة مع عدمين النت انكم ودي ده كله باشارة مخالفة مية وتلاتين مينس تمانين مينس عشرين مينس اربعة وعشرين يطلع النات الكام اربعة وخمسين الف ده النت انكم يا جماعة وضوع سهل وبسيط الجزء ده يا جماعة كنت عامله بخط ايدي بس انا ايه بطلت عمله لك كمبيوتر بان خلي الورق كل كمبيوتر كنت عامله هنا اهوت بخط ايدي ماشي لكن انا ايه انا قلت اقولك بشكل كمبيوتر افضل يعني ودينا تبقى اريح لك في الوقت اه كده خلاص الجزء بتاعي النهاردة خلص خلاص كده حضرتك واقف على رجلك عرفت يعني ايه يعني ايه يعني ايه يعني ايه يعني ايه يعني ايه وقلت لها قانون قادر حسيبه به اللي هو عبارة عن تمام؟ تمام؟ تمام. والنت انجم عبارة عن ايرادات ناقص مصرفات. الايرادات لو اقبر المصرفات فالشركة بحقق انت انقم الارادات لو اقل من مصرفات فالشركة بحقق نيتلوس. وده كان عديثنا النهاردة المرة الكاية بقى ان شاء الله. هنحل شوية الترانزاكشنز على الشابتر كله عشان المرة اللي بعدها نبدأ نتكلم على الجزئية جديدة هي الخوائم المالية ونبدأ ندمج الكلام ده كله في بعضه ان شاء الله بازن الله صلاحنا بالقلبك واسكر الله يا حبيب القلبي يا الله سلام.